اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج آية في حجاية آية النهاردة من رسالة معلمنا يعقوب صح 3 آية 2 قديس يعقوب بيقول لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميع هنا يعني هو حتى بيجمع نفسه مع الكل وده بيورينا ضعفات القديسين احنا وقت بنا يتخيل أن القديسين دول ناس عايشة حياة رومانسية مع ربنا وعندهمش أي ضعفات وعندهمش أي أخطاء ما شفنا فيه الكتاب المقدس عهد قديم وجديد نلاقي الأخطاء واضحة والضعفات واضحة لكل القديسين سواء في العهد القديم أو الجديد والعلمة أوريجينوس ليه تعبير عجيب قوي بيقول معلمنا بولوس قال في رسالة كورنسوس الأولى بيخاطب شعب كورنسوس بأنهم أنتوا قديسين يعني مدعوين قديسين فدي كلمة كبيرة قوي قالها للشعب يعني الشعب كله معلمنا بولوس كان شايفهم قديسين بس القديسين دول راح بقى ذكر فيهم بعض يعني ضعفات وخطايا وعيوب في الرسالة كلها مثلا في صح 3 قال فيكم حسد وخصام وانشقاق ده للقديسين وبعدين كمان قال أنه يسمع مطلقا أنا بينكم زنا وهنا ما كانش يقصد ان القديسين بيزنوا لكن إزاي هما كشعب الكنيسة ما خدش موقف مع الشخص اللي غلط وبعدين في كورنسوس الأولى 6 يقول أن في محاكمات بينكم من بعض أنتوا كده تععدوا أي واحد بقى بينكم لتخجيلكم أقول يعني أنا مكسوف أنا عاوز أخليكم تشوفوا إزاي الموضوع ده من السهل أن أنتوا يكون فيكم محاكمات بينكم من بعض وبعدين في كورنسوس الأولى 11 يقول أنتوا بتستهينوا بكنيسة الله وبعدين يقول فيكم ضعفاء كثيرين ومرضى وناس يرقدون لأنها ناس ما بتقدمش للميدة المقدسة والجسد والدم بمهابة وكمان بيختم في الآخر في كورنسوس الأولى 15 يقول بينكم قوم يقولون أنه لا تكون قيام الأموات فالعلامة أورجانس بيقول دي كنيسة يعني كان مدعوة كلهم قدسين لكن فيهم أخطاء واضحة ده بيبين أن ما فيش حاجة اسمها إنسان مهما كانت قدسته مهما كانت علاقته بربنا ما عندوش ضعفات لا كل إنسان في ضعفات والقدسين في حياتهم في ضعفات وضعفات واضحة وربنا بيقبلهم بالضعفات اللي فيها إحنا وقتنا نتخيل للأسف إن القدسين ناس بلعيب والآن برضو بعض أفلام القدسين بتصور إن القدسين عمرهم ما بيغلطوا ده طبعا حاجة يعني خطر إن احنا نشعر بيها لازم نعرف القدسين زي ما قال معلمنا عقوب في أشياء كثيرة نعثر جميعنا يعقوب ثلاثة اتنين لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد أمين ترجمة نانسي قنقر